السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين الاعزاء في قناة ناني لايف. معنا النهاردة طاقت توامل شوالا وبزور النجوم. بس اتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن بين المتابعين والمشاهدين واللي حابب كراءات خاصة بسيب رقم الواتساب تعليق مسبت اسفل فيديو تقدروا تحجزوا من خلاله سواء كراءات او استشارات خاصة. اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذكر الله في تعليقات ويلا بينا. مبدعين كده احنا عارفين ان الطاقة عامة بتنطبق على البعض وليس الكل. بس احاول بقدر الامكان اقول لكم معظم الطاقات اللي موجودة حاليا بالنسبة للتوائم. لكل مجموعة يعني ان شاء الله. اه عايز اقول لكم ان في بالنسبة للتوائم الزكور دلوقتي بيحاول يتخلص من العب اللي هو كان فيه الفترة طويلة جدا. الطاقة الحالية بتشير الى انه هيطرق عبء ماضي وكرماته والقلم المبرح اللي كان عليه ان هو بيتحمله حتى كان بيحاول كده ان هو يكتم في نفسه ويبقى ما بيقولش قلمه. ما بيقولش قلمه. طبعا عايز اقول لكم ان هو اخيرا بيوصل دلوقتي انه يتعلم الدرس. الدرس اللي هو لا يمكن اصلا ان هو كان يتخيله. في توائم شعلة انه شيء هايل جدا فيما بيتعلق بتطهير الكار ما عندهم. وبيغير تماما الاتجاه اللي بيتجه اليه في اتصاله بتوقم شعلته. اما دلوقتي البعض منهم بيعاني حاليا من الكثير من القلم وما فيش حد جنبه. حاسس ان هو لوحده. حاسس ان هو ما فيش حد ممكن يدي له فكرة يعمل ايه. او حد يكون حاسس بيه هو بيمر بايه. طبعا دي بداية مرحلة جديدة بالنسبة له. لان دي ولادته الجديدة في الوقت ده. اما بقى التوائم اللي هم دلوقتي في رحلتهم ومعاهم طرف تالت. او في طرف تالت بينك وبينه. طبعا انا عارفة ان معظم الاناس دلوقتي بتشعر بوجود الطرف التالت بقوة. وبتترك نفسها كده بتشعر بالوحدة وبتشعر بالعجز. علشان وجود الطرف التالت. طبعا طرف التالت ده كارمي. عند البعض والبعض الكثير. وطبعا انتي بتشعري بطاقته التلاعبية اللي هو بيقوم بيها مع توقامك. طبعا ده بيزيد التحديات. بيزيد التحديات في العمق عندك انتي. طيب لابد ان انت تعرفي ان مش من المفترض ان يبقى في حياة توقام الشعلة طرف تالت. لكن الموقف لا يزال موجود الى الان الطرف التالت. ليه? لانه دي من دينماكيات العلاقة. ولابد ان هو ياخد الدرس من الطرف التالت كامل. طيب هتشعر كمان هتشعري ان توقام شعلتك بيعكسك. بيبدو الامر وكأنك بتشعري بمشاعره. بيعكس عليكي كل عواطفه. كل مشاعره. كل حسيسه. يعني انتي دلوقتي عارفة كويس جدا ان هو مش مبسوط. مش سعيد مع الطرف التالت. وبيعاني كمان ماليا ماديا يعني في حياته. فطبعا انتي بتشعري بسوق لطاقته. ديه وبتشعري بقلمه. بعمق في قلبك. لذلك هتلاقوا كتير منكو بيشتكي بنغزات قلب كتير بيشوفه في الاحلام كمان في احلامه. ممكن تسحي نايا الناس يا الحلمي. لكن بالتأكيد بتكون يشوفتيه في احلامك. وكأنك كون بيذكركم باتصالكم ببعضكم البعض. بتبدو هزي الاحلام حقيقية طبعا للغاية. وبتخليكم مشتقين كده لمقابلته جسديا. طبعا انا عايز اقول لكم ان هنا يعني بيحصل هنا كمان زيادة الفجوة ما بينكو ما بين بعض. بتبقوا محتاجين ان انتو تسدوا الفجوة اللي ما بينكو دي وازالت جميع العواقق بما في ذلك الطرف التالت الكارمي. عشان تتمكنوا من المضي قدما في رحلتكم. فاذا شعرتي بهذه الطاقة حتى ممكن تكوني تحلمي بالطرف التالت في الوقت ده. عايزاك ان انت تسقي تماما في ان تكون بيدعمك. عايزاك تركزي على شفائك انت. عايزاك تاخذي خطوة ليكي انت في الشفاء. تبتدي تحافظي على ثباتك على ارض الواقع. ركزي على نموك الشخصي. كوني مؤمنة بالارتباط والاتحاد. وعرفي ان القلم اللي انت بتشعري به دلوقتي فهو قلم مؤقت. ليس الا. وكل شيء هيصير بعد كده في اتجاه مصلحتك العليا. ده عايزا اقولكم ان انتو صدق يعني اتحادكم خلاص. يعني قرب جدا جدا. واللي مقدر لي ان يحدث مع الاتحاد هيحدث. مهم ان انت تاخذي الخطوات اللي بتشعري بيها بالانجزاب لان ان انت تعمليها. يعني لو انت بتشعري بشيء معين منجزبة ليه. لانك تعمليه اعمليه. وده هيكون علشان ازالة العقبات اللي بينك وبينه. طيب في الوقت الحالي بيواجه العديد من الاناس برضو اوقات عصيبة جدا في علاقتهم الروحية وخاصة بعد اكتمال الامر. لان بدأ بعض الزكور في التصرف بطرق بتبدو يعني مؤزية شوية. العديد من الزكور غير مستيقزين طبعا وبيتجنبوا الاتصال مع توقمتهم. حتى كمان بعدهم زي ما اتكلمنا قلنا انه متورط في مواقف ومشاكل مع الطرف التالت او مسافر او عايش مع شخص اخر او عايش مع اهله وهم الاطراف التالتة. فطبعا كل التصرفات دي بتخلي العلاقة تبدو كأنها توكسك كأنها سامة. وبتسبب طبعا قلم عاطفي سواء للاناس او للذكور. وبالاخص بتبقى الالم العاطفي عند الزكور وبيعكسه للاناس زي ما شرحت لكم. طبعا الموقف ده بيكون مرهج جدا للغاية بالنسبة آآ ليكم. طبعا هتجدوا انفسكم بتفكروا كتير وبتشعروا بان علاقتكم بتقترب من النهاية. طبعا هتسيطر عليكم الافكار السلبية على عقلكم. وهيحد بقى الافكار السلبية دي هتحد من الامل اللي عندكم. مش عايزين كده. عايزينكم تركزوا على الافكار الايجابية. لكن الكون كده كده عايزكم ان انتو تتعلمون ان انتو تعرفوا كويس جدا ان دي مش النهاية. خالص انتو اللي انتو بتمروا بيه دلوقتي هو ده الرحلة بتاعتكم وهي دي مجرد مرحلة وبتعديه وبيكون طبعا ده اختبار من الكون لقوتكم ولصبركم. وده جزء مهم من رحلة اللي لما بنكون نحو الاتحاد خلاص نويين ان احنا داخلين على الاتحاد بيحصل بالفعل اختبارات كتيرة جدا للقوة وللصبر. طيب التحديات اللي بتواجهوها ليها اسباب اعمق جدا. يعني هتلاقوا مسلا تتسبب كرمة الحياة الماضية او او سحر او حسد في خلق اعوائق بالنسبة للاتصال ما بينك ما بين توقامك. طبعا كل دي التأثيرات السلبية يعني بتكون صعبة شوية لكنها ما بتدومش. مع ان انتو تعالجوا بقى وتبتدوا تقرأوا صورة قاف وتبتدوا تركزوا على قرنك وعلى ظلكم ده مهم جدا في الوقت ده. علشان دي احد التقوص الصحيحة اللي بتقدري تجزيلي من خلالها العوائق وتعيدي السلام تاني لنفسك وللاتصال بتوقم شوالتك. الكون دلوقتي عايزكم ان انتو تسقوا في ان مفيش حد يقدر ان ياخد مذكرك او توقمك منك نهائي لان رباطكم مقدس ومحمي بقوة الهية. على الرغم من انه ممكن يكون انت شايفة صعب دلوقتي لانك بس بحاجة الى الامان والثقة باتصالك في العلاقة. الحب بينك وبين شريك حياتك قوي جدا وبيحدث الاتحاد في توقيته الالهي. عايز اقولكم قد يكون لده بعضكم طبعا اطفال روحانيين بيرشدوكم وبيحموكم توار رحلتكم. هؤلاء الاطفال الروحانيين هم ارواح متصلة بكم انتم الاتنين. وبيرسلوا ليكم علامات دايما بتشوفوها خلال هذا الوقت زي ارقام الملائكة اربع تلاتات اربع وحايد اربع خمسات. هتذكركم الارقام دي بالبقاء ان انتم تكونوا ايجابيين بالبقاء ايجابيين. والثقة في العملية. انتم تخلوا نفسكم دايما افكاركم كمان ايجابية. من المهم ان انتم تكونوا اقوية خلال هذا الوقت. التحديات اللي بتوجهوها مؤقتة. وتكون بيدعمكم دايما. هتلاقوا كده ناس كده بتطلع بتعمل مشاكل. بتعمل لكم حاجة اللي هي عايزة ايه? تقول لكم انا هو. طبعا كل دي طاقة ظلمية. اه سوري ارموها في البسكت. ما تهمكوش خالص. تمام? اي حد عايز يعمل لكم واش اي حد عايز يعطلكم اي حد عايز يخفض من طاقتكم. ولا تركزوا معا خالص. نهيين. كده كده انتم لازم تفهموا ان الرحلة للاتحاد عموما ما بتبقاش سهلة. ولكن كل خطوة بتساعدكم انتم وتوقامكم على النمو بشكل اقرب يعني. ركزوا على شفاقكم. اعتنوا بعقلكم وجسدتكم وروحكم دلوقتي. اتأملوا. صلوا. ادعوا. مرسوا حب الزات. سوكوا في العلامات اللي بيرسلها ليكم الكون واقام الملايكة اللي بترسلها لكم. والاحلام. الاحلام بتهدف لرسايل معينة. والارشادات ليكم. وبتطمنكم كمان الى ان كل شيء هيمشي في مكانه الصحيح. اتذكروا دايما ان الايام اكثر اشراقا لسه جاية باذن الله. قادمة لنا ان شاء الله. والاتحاد هو وعد الهي من الله عز وجل. وهيحدث عندما يحين الوقت المناسب. المهم انكم تحافظوا على ايمانكم في هذه الرحلة. وما تتخلوش عن توقامكم. وعلافوا كويس جدا ان حبكم محمي. وما فيش شيء ممكن ان هو يسلبه منكم. استخدموا هزا الوقت للنماء والشفاء والاستعداد بقى للمستقبل الجميل اللي منتظركم ان شاء الله في الايام المقبلة. طيب في مجموعة اخرى بقى من التوائم اه دول بقى مش مستعدين للتخلي عن ماضيهم. وللأسف بيكرروا الدورة مرة تانية. لان التوائم دول مش على دراية كاملة ومش مستعدين للتخلي عن شيء من الماضي. وبيقاوموا التغيير. هناك مقاومة طبعا لقبول للواقع. وبيركزوا اكتر على العمل المادي بلا تفكير عشان يتجنبوا من وجهة مشاعر معينة. طبعا بيشعر الزكور الالهيين دلوقتي بعدم الاستقرار وعدم الوعي بمكانتهم. وعايز اقولكم ان هما مكانتهم في العلاقة. يعني عدم معيهم بامكانياتهم ومدى مكانتهم في العلاقة. لانهما غير متأكدين من كيفية التصرف منك عليه او الرد عليه. بتحاول كمان الانوسة الالهية دلوقتي فتح قلبها وتواصل بشكل مفتوح. عايزة اتعبر عن مشاعرها. عايزة تعرف المزيد عن توقامها من خلال مشاعره. ومشاعره بيعمل ايه بيحس بايه. هل حاسس بيها ولا لأ. لا هو حاسس ديك. حتى لو هو برضو غير واعي بس هو بيحس بيك. مجموعة اخرى بقى من توائم الشعلة. دلوقتي قصة اتصالهم دي بقى من منظور جديد بقى تماما. لانهم خرجوا من مرحلة الغموض اللي كانوا فيها. خرجوا لبداية جديدة. اكتسبوا كثير من القوة الداخلية. ودفعوا مستحقتهم فيما بيتعلق بالكرمة. وتعلموا العديد من الدروس اللازمة للمضي قدما. وافسح الطريق لاتحادهم. طبعا دول قاموا اخيرا كده. عارفين كده اللي بيروضوا الوحش. الوحش الداخلي. هم قاموا فعلا بترويد الوحش الداخلي جواهم. قاموا بدأ بنفسهم فعلا. مما اظهر مدى قوتهم وقدرتهم على الصمود. الثقة كمان خرج عن نطاق السيطرة. وحب الزيت. عايزة اقول لكم ان هما كمان بيقدروا دلوقتي ان هما يشوفوا نفسهم في المرآة بحب من قلوبهم. وابتسامة واثقة على وجههم. عايزة اقول لكم كمان ان هما وصلوا الى هذا الحد. وهم بينموا. بينموا بيشوفوا بقى دلوقتي البركات والمكافئات اللي بتبتدي تنزل عليهم في الوقت الحالي. بيخرج طبعا العديد من الزكور. وبيقوموا بالتواصل. بيخرجوا بقى من القوقعة بتاعتهم. وهيقوموا بالتواصل مع توائمهم. ولكنهم يائسين. يائس بائس. عايز صوته يكون مسموع. ولكنه هو حريص على الصعود الى توقامته. هو دلوقتي بيشوف مدى تقدم ومدى سطوع النور والدوق اللي على الامسة اللي هي دلوقتي. وشايف كمان موقف توقامته انها مستقلة. وده طبعا بيصير للمذكر ان هو بيأكد لنفسه ان هي قد ايه قوية. وان قد ايه هي كانت تستحق اكتر من اللي هو بيرجع وبيعوضوا بيها. طبعا الانسة هنا هي قوة يجب اغزاها في الحزبان. ولن تتقبل اي هراء او اي شخص يحاول يقلل منها. لذا اذا حضر الهارب ليها في الوقت الحالي. فالامر اما كل شيء او لا شيء. يعني مش هتقبل بقى قل من استحققها. وحتحط حدود. والحدود دي مش هتكون لب ضحك ولا بمسح ولا بهراء خالص. لأ. هتحط حدود فعليا ودي الانسة الالهية المتشافية. ومعظم الاناس الالهيات بالفعل تشافوا. انا اتكلم عن الانسة الالهية وليست الانسة المزلمة. لان لسه في اناس مزلمين ولسه مدى مجوش الانوسة الالهية مع الانوسة المزلمة. عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا في علاقة التوقام الشعلة. من الدروري التعامل مع مفهوم علاقة التوقام الشعلة بتفكير عميق شوية. لان الاعتقاد التقليدي اللي دايما بييجي بان التفكير في الطرف الاخر بشدة يعني ان الطرف الاخر بيفكر فيك ايضا. ممكن يكون الموضوع ده في تضليل شوية. وده طبعا بيقدي الى ادامة الانماط غير الصحية للأسف وخاصة بالنسبة للناس اللي بيعيشوا في علاقات تعتمد على الاخرين انهم عندهم اعتمادية. وفي كثير طبعا من الاحيان من لا يشير الانجزاب الشديد اللي بيشعر بيق الشخص في مثل هذه الحالات الى وجود ارتباط روحي. بل ممكن تكون اعراض انسحاب من الاعتماد العاطفي او الادمان العاطفي. لان اتحادات توقع من الشعلة الحقيقية مبنية على اساس من النمو الشخصي والتوازن والاحترام المتبادل. مش الشوق ولا الاحتياج العاطفي نهائي. وعايز اقول لكم ان احد الجوانب المميزة لاتصال توقع من الشعلة هي مرونة الرابطة ما بينهم. اللي بتزل قوية حتى اثناء الانفصال الجسدي. حتى لما بيكونوا هما الاتنين بالفعل بعاد عن بعض. لكن بيكونوا عارفين كويس جدا ان هما مقدرين لبعضهم البعض. ما بيشعروش ان المسافة اللي ما بينهم دي انها بتبعدهم عن بعض. لا بيبقوا حسين كويس جدا ان لو في اميال بينهم وما بين بعض ان هما بالفعل هيبقوا قريبين من بعض وان هما هتجاوزوا هذه المسافة. اتصال توقع من الشعلة عنده كمان بيتجاوز الحدود الجسدية. يعني بيؤكد على الرابطة الروحية والعاطفية اللي بتربطهم هما اللي اتنين اكثر من العلاقة الجسدية. عشان كده بقول لكم مفهوم التحاد توقع من الشعلة هو مفهوم روحي عميق جدا ومحول. يعني بيتمجز باتصال عميق جدا ليكم انتم اللي اتنين. ليكم انتم اللي لان انتم اللي اتنين هتصعدوا مع بعضكم البعض. على المستوى الروحي والشخصي. كمان بيدعم كل شريك الاخر. بيدعم شريكه. وبيلهامه للوصول الى اعلى امكاناته. وتشجيع النماء واكتشاف الذات. لان بتعزز هذه الشراكة الرحلة نحو انها تصبح افضل نسخة من نفسها. عايز اقول لكم كمان انه الرابطة دي ما بينكم بتكون متجزرة في التفاهم المتبادل والتمكين ما بينكم وما بين بعضكم البعض. عايز اقول الرسالة موجهة للانسة الالهية. بلوتو دلوقتي بيدخل برج الدلوة. بدخل بالفعل برج الدلوة. بالنسبة لك انت ممكن انك تشعري بالتحول الكوني في اعماقك مع دخول بلوتو البرج الدلوة هيحصل. هتكوني مدعوة للدخول في فصل جديد من التحول الجماعي بالنسبة لكم. هيكون هو ده وقت الصحوة. لانها هتساعدك حكمتك وقوتك الداخلية في اعادة تشكيل العالم من حوالين منك. كمان هيشجعك طاقة الدلوة على الابتكار والتمرد ضد الانظمة القديمة. وانك تحتضني الحقائق العليا. هتدعوك كمان قوة بلوتو لتبني دورك الخاص. فهذه الثورة العميقة اللي هيعملها بلوتو. مش بس كمراقب سلبي. لا كمشارك نشط. انتي كأنسة الهية بينتظر العالم نورك وصوتك ومواهبك الفريدة علشان تحدي الوضع الراهن. هذه هي لحظتك لتكسيد التغيير اللي بترغبي في رؤيته. مع العلم انك بتتمتعي عموما. انتي بتتمتعي بالدعم الكوني لكتجاوز القيود والخوف. اي مخاوف عندك هتقدر تتجاوزيها بامر الله. ممكن تكوني ما بتشوفيش الدعم الكوني دلوقتي يعني مش قادرة مش متمكنة من انك تشوفي رؤيته. لكن بتقدري تشعري بيه. يمكنك الشعور بيه. لانه في مكان ما عميق جدا في داخلك. بتعرفي ان في شيء في شيء ما بيحدث. ولكنك ما بتقدريش تشوفيه تماما. في طاقة بتشتغل او بتعمل لصالحك. في تزامنات صغيرة بتتوافق معاك في توقيت مثالي. في تحول بيحدث في الكون. بيمكنك الشعور بيه في اعماق عظامك. وقد لا يزال عقلك المفكر للأسف لديه شكوك. لكن قلبك النابض بيعرف ان ده حقيقي. وبيعرف ما هو مقدر ليكي. هيكون قادم ليكي بالفعل. انتي دلوقتي بيتم الاعتناء بيكي بطرق لا يمكنك حتى تخيلها. انتي بالزبط حيث من المفترض انك تكوني. والان مهمتك الوحيدة بقى هي الاستمرار في افساح المجال. استمري في التخلي عن اي شيء ما بيغدمكيش. استمري في التخلي عن المعتقدات المحدودة. والقصص القديمة. والامتعة الثقيلة اللي كنت بتحمليها. واللي ما بقتش اصلا من المفترض انها تكون معيكي دلوقتي. لانك هتنتقل للمرحلة تالية. افساح المجال لما هو مقدر ليكي. افساح المجال لما هو قادم ايضا ليكي. قريب جدا. هتفهمي ازاي ان كل ما حدث قد حدث. وان هو بالفعل قادك الى هذه اللحظة. هتري هذا الكون باكمله على وشك ان يفتح ليكي زراعيه ويقولك اثمني. وانا هنفذ. ليه بقول كده. لان الانوسة الالهية تم اقاذ بعضهم والكثير منهم. يعني فيه اظهار تحول قوي في حياتها. وده امره مهم جدا. لانها بالفعل عملت بجد الخلق واقع لا تعتمد فيه سعادتها على اي شخص خالص. بما في ذلك حتى توقامها. عندها علامات في كل مكان على ان توقامها بيفكر بعمقه في كيفية التعامل معاها. كمان عايز يعبر عن رغبته فيها. على الرغم من انه مش فاهم الارتباط بشكل كامل. ممكن. لكن بالفعل شركها توقامها بيفكر في الماضي. والطرق اللي اساء بيها اليها في ايام ما قبل الان يعني. ورغم انه هو لم يدرك تماما عمقوا علاقتكم. لانه بيتسائل عن سبب شعوره بالانجزاب ليكي. وعلى الرغم من عدم امتلاكه لجميع الاجابات. لانه عارف كويس جدا ان الشغف اللي بينكم لا يمكن انقاره ابدا. وهو نفسه عايز بالفعل انه يعيد خلق هزي اللحظات مرة اخرى. لانه بالفعل الان بعمل لا يصدق في شفاء الدورات الكرمية بتاعته. والان حنوقته لتلقي المساعدة. وهيأتي التواصل ما بينكم قريب جدا جدا على الارجح عندما ما تبطلي بقى ايه? ان انت تتوقعي. تتوقعي هو هيجي امتى? او هيتوصل امتى? لان هو دلوقتي شريكك بيقضي وقت كتير جدا بمفرده وبيصفيكس ببطءة على الاتصال. ويتطلع اليكي للحصول على التوجيه. طبعا هيجلب هزا اللقاء ما بينكم القريب ان شاء الله. شفاء ونموه اعمق. هيعزز ربطتكم ما بينكم بين بعض. عايز اقول لكم ان الطاقة في كتير في حالة جمود تام بين المستبل والماضي. وده بمثابة ابطاء لنا. علشان اتأقلوا مع الحاضر. استغلوا بقى هزي الراحظة لاسترجاع تاقتكم. وكملوا رحلة الشفاء الخاصة بيكم. وبحسوا عن النهاية والسلام مع ما كان. سكوا انكم في امان للراحة واعادة ضغط النفس دلوقتي. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا بالنسبة بقى للطرف التالت عشان نختم بعدها. يعني نجيب الخلاصة ونختم بقى وراح دماغنا من اللي احنا بنقعد نقوله ده. ازا كنت في علاقة مع توقم شعلتك ولكنك بتتعاملي مع موقف فيه الطرف التالت. يعني هو عنده طرف تالت بالفعل. فمن المهم بقى انك تفهم الغرض الاعمق وراء ذلك. لان ممكن يكون ان الطرف التالت ده اه الشخص اللي بيمنع توقمك من الدخول بشكل كامل اللي حقيقته. طبعا دي بتبدو المواقف دي مؤلمة وموربكة طبعا. ولكنها غالبا بتكون طبعا دروس. بتهدف لإقاظ الطرفين. مش إقاظه هو بس. وإقاظك انت كمان. في الوقت الحالي عايز اقول لكم ان بدأ العديد من الاشخاص اللي بيتواصلوا مع بعضهم البعض كتوائم. بيدركوا ازاي قد ايه ان دينماكية الطرف التالت دي ابعدتهم عن توقمتهم. يعني الزكور عارفين كويس جدا ان الطرف التالت هو اللي بعدهم عن توقمتهم. وتأدراكوا الحواجز العاطفية والروحية وحتى الجسدية اللي خلقتها هزيه الدينماكية في علاقتهم. بالنسبة للبعض. طبعا كان الامر بيتعلق بتجنب مشاعرهم او البقاء في منطقة الراحة الخاصة بيهم. وطبعا عايز اقول لكم واخرين طبعا في علاقات كرمية بسبب الخوف او الشعور بالزنب او التعلق المألوف. التعلق ودايما عندهم بالشيء النمطي. الشيء المألوف ليهم. لكن الطاقة طبعا بتتغير بيشعر المذكر بجاذبية الاتصال مع توقمته بشكل اقوى من اي وقت مضى. لان كتير منهم استيقظوا على حقيقة ما فادها ان مواقف الطرف التالت ما بقتش مرضية ليهم. وبدأوا بيتسألوا عن سبب تمسكه او تمسكهم بيهم لفترة طويلة. ان هو انا متمسك ليه بالطرف التالت. ليه بعمل له حساب. ليه كذا. بالنسبة للانسة طبعا انت بالنسبة لك قد يكون ده الوقت فيه احباط فيه شك. لكن اتذكري دايما ان الطرف التالت مش عقبة ليكي. ولا هو العقبة الاخيرة. اصلا. بل هو مرآة لازهار كلاكما انتم محتاجين ايه تتعالجوا منه. يعني دور الطرف التالت انعكاس ليكم بيزهر لكم ايه اللي انتم محتاجين تتعالجوا منه. بينما بيقوم المذكر بمعالجة هذا الامر. فمن المهم انك تركز انت ايضا كونسة على نموك وحدودك. اذا كنت بتعاني فعلا ومحتاجة ارشاد لكده. ممكن تمشي مع معالج او مع مرشد. يفهمك الامور دي ازاي بتتعاملي مع الطرف التالت ومواقف الطرف الثالث. عايز اقول لكم ان اتصالات توقع مش شوالة مش عادية. هي عبارة عن اتحادات طاقة مع بعض غير عادية. بتندمج ترددات هزيه الطاقات بنسجام. وده اللي بيخلق قوة قوية جدا. بيمكنها التأثير بشكل اعميق وتحويل حياتك. هذا الاتصال هو مصدر للالهام والنمو الروحي والوعي الزاتي. طبعا بيقودكم لمصار نحو ذاتكم الحقيقية. وفهم اعمق لغرض حياتكم. بتجمع توقع مش شوالة الطاقات اللي بتتردد بشكل فريد وعميق. وبتشكل رحلتك بطرق لا يمكن لأي اتصال اخر ان هو يفعلها او يقوم بيها. دلوقتي انتو كمان هتشعروا بتحولات غريبة في الجدول الزمني والخروج من الجسد. لاسقاط النجمي. وكأن هذه ليست حياة حقيقية بالفعل. وطبعا هيكون التخلص من الطبقات القديمة واغلاق الباب اخيرا على شيء ما هتقفلوا بابه. والسلام اللي انتو محتاجينه بشدة. والشعور بالهدوء الداخلي هتحسوا بيه دلوقتي. ورؤية الحياة من خلال عيون جديدة. والرغبة والدافع للتغيير فعليا هيكون عندكم في الام. هبقى اتكلم عن بلوتو لان بلوتو طبعا معناه ندخل في الدلوء في عصر الدلوء دلوقتي يعني هنعمل فيديو مخصوص له. بتنجذب طبعا دلوقتي الانسة الى علاقات فردية هدفة او قضاء الوقت مع عائلة روحية. اولئك اللي بيتشاركوا نفس الطاقة ونفس القيم. بتسمع هذه العلاقات بين مو الحميمية العاطفية والرابط الاعمق طبعا. دايما بقول لكم ان قوتنا في جامعنا. من الناحية الطاقية بيعد هذا الوقت بمثابة تحضير وتنشيط. هيشعر اولئك اللي بيتنغموا مع انفسهم باحساس بالتراقب مع تحول الجدول الزمنية هيوجههم نحو التوسع والنمو. بينما قد تشعروا بالتغيرات القادمة في حياتكم الجسدية. عايزاكوا ان انتوا تسقوا بحادسكم وتحتضنوا انفسكم كويس جدا. وانتوا مش بحاجة الى معرفة كل الاجابات. ايمانكم بالله هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرشدكم. وتكون كمان هيرشدكم الى الامام. بالنسبة كمان للمذكر هناك جذاب قوي نحو الانثة بالنسبة لك. عايزا اقول لك اللي هي بتحتضن قوتها الحقيقة. هتلاقي نفسك منجازب ليها. طيب لما هيتعلق الامر بقى بالحب والاصالة والطاقة الالهية. فان الجاذبية دي عايزا اقول لك انها جاذبية مغناطسية ليك. حاول ان انت تحرر نفسك من المشاعر والقيود الدنيوية. وادخل لحقيقتك الخاصة. وافهم قيمة الحرية الالهية. لان انتم الاتنين مع بعضكم دلوقتي وبتتنغم هذه التقاط لوضع الاساس لاتحاد قوي ودائم بالنسبة لكم. طبعا العديد منكم بيمروا بصحوة روحية. وهتشعروا بانها جديدة ببعض الاحيان. وقد تصبح اكثر تحدي في الايام القادمة. ولكن هذا بيحدث لفتح قلوبكم. وعلشان اروحكم بترتقي. المشاعر كمان اللي قمعتوها لفترة طويلة بدأت تدفع على السطح دلوقتي. ورغم انها قد تبدو غير مريحة للذكور. لانها جزء اساسي من شفاقكم. انتم متجنبتم هزي المشاعر لفترة طويلة. ولكن دلوقتي حان الوقت. لان ده الوقت المناسب لمواجهتها والتخلص منها. تذكروا ان كل تحدي بيحمل في طياته نعمة. لان التجارب دي هي بتعمل لصالحكم. وبتساعدكم على التحرر كمان من الانماط القديمة. وبتساعدكم على شفاء نفسكم وعائلاتكم باكملها. ومن خلال القيام بذلك فانكم بتخلعوا اساس متين حتى للاجيال اللي جاية. لذلك ثقوا في قوتكم. وتخلصوا من الصراعات الداخلية. عقلكم والانا هم اللي بيخلقوا الحواجز ليكم. حرروا نفسكم من الاوهام دي. دي اللحظة اللي بتدعوكم للتوازن والوضوح لحياتكم. التقاطي القرمية موجودة هنا كمان لمساعدتكم على تحقيق التوازن. وانتم مستعدين لدخول بقوتكم. اتخلصوا من الاوهام الماضية وامدقوا دمان بثقة. انتم عندكم بالفعل كل اللي انتم محتاجين للتحقيق النجاح. ما تخلوش الماضيعكم ابدا لفترة اطول من كده كمان. لان خلاص بقى فيه وضوح وبقى فيه حرية. والوضوح والحرية بينتظروكم على الجانب الاخر. احتضنوا بقى هزا الوقت التحويل بقلب مفتوح وثقوا في العملية والرحلة. واعلموا ان الافضل لم يأتي بعد. دمتم بمحبة والسلام وخير. شكرا لكم. كانت معاكم حلانة علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.